السلام عليكم أيها الرائعات معكم أميمة على قناتكم وصفة نسمة للوصفات الطبيعية سعدت بلقائكم حزيزاتي وتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة والعافية وصفتنا لنهار اليوم فهي وصفة لإطالة الشعر وتكثيفه ومنع التصاق إذا كنت تعانين من فراغات الشعر وكذلك من بهتان الشعر وعدم نموه بشكل طبيعي فهذه الوصفة خصيصا لك عزيزتي وصفتنا لهذا اليوم مكونا من ثلاث مكونات فقط لإطالة الشعر بسرعة وبدون استخدام مواد كيموية ستحصلين على شعر كثيف وطويل خالي من المشاكل التي قد تعاني منها الكثير من السيدات كمكونات أول عزيزتي ستحتاج إلى بذور الكتان أو بدرة الكتان فبذور الكتان معروف عليها على أنها تعمل على ترطيب الشعر المتجاعد والخشن بالدرجة الأولى كما أن بذور الكتان مفيدة ورائعة أيضا لإطالة الشعر وتكثيفه ومنع التساقط بالإضافة إلى ذلك فهي تحفز بصيلات الشعر على النمو بشكل طبيعي ستحتاج إلى عزيزتي كمقدار من بذور الكتان أو بدرة الكتان في هذه الوصفة إلى ثلاث معالج كبيرة من مسحوق بذور الكتان أو بدرة الكتان أما المكون الثاني فهو الحنى فالحنى معروف عليها على أنها تكثف وتطيل الشعر وكذلك تمنع التساقط بامتياز الحنى كذلك مفيدة جدا لعلاج مشكل الفراغات وأيضا بهتان الشعر فهي تعطي لمعان جميل جدا للشعر من أول استعمال ستلاحظين نتائج جدرائها ستحتاجين عزيزتي كمقدار من الحنى إلى 2 معلق كبيرة من الحنى إذا كان شعرك كثيف فيمكنك إضافة أو مضاعفة الكمية التي يتم طرحها في الفيديو لكي تحصل على الكمية التي ستحتاجينه بالنسبة لكثافة الشعر الخاصة بك أما المكون الأخير في هذه الوصفة فهو إكليل الجبل أو الروز ماري إكليل الجبل أو الروز ماري فهو رائع جدا وجد مفيد للشعر فهو يغدي ويرطب وكذلك يطيل الشعر ويكثفه بابتياز إذا كنت تعانين من قشرة الشعر فإكليل الجبل أو الروز ماري مفيد جدا لتخلص تماما من مشكل قشرة الشعر كذلك إكليل الجبل مفيد جدا لأنه يحفز بصيلات الشعر على النمو بشكل طبيعي وكذلك يطهر فروة الشعر من الميكروبات وجراثيم التي تحول دون نمو بصيلات الشعر بشكل طبيعي ستحتاجين عزيزتي كمقدار من إكليل الجبل أو الروز ماري في هذه الوصفة إلى ملعقة كبيرة من مسحوق إكليل الجبل أو الروز ماري بعد التعرف عزيزتي على مكونات الوصفة نمر الآن بحول الله إلى شرح طريقة تحضير الوصفة وطريقة الاستخدام فضلا وليس أمرا أختي الكريمة إذا كنت من المتتبعات الجدد لقناة وصفة ناسمان فلمرجو منك للشراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتنا فور نزوله ولا تنسي دعمي بلايك وشير وتعليق أكون شاكرا لك أختي الكريمة كثيرا بالنسبة لطريقة تحضير هذه الوصفة الرائعة لإطانة الشعر وتكثيفه وأيضا إنبات الفراغات والتخلص سماما من الصلاح الغير براثي فكل ما عليك هو جمع أو دمج هذه أو خلط هذه المكونات بالكامل أي الحنى وإكلين الجبل أو الرزماري وكذلك بذور الكتاب تقوم بأخذ قليل من الماء الدافي تقوم بخلص المكونات جيدا ويمكنك تغطية هذه الوصفة لمدة نصف ساعة وبعد ذلك يمكنك استخدامها لإطالة الشعر وتكثيفه ومنع التساكل بعد مرور هذه المدة أي نصف ساعة تقوم بأخذ الوصفة وتقوم بتوزيعها على الشعر بالكامل ثم بعد ذلك يمكنك تغطية الشعر بالكامل وتركها لمدة ساعتين وبعد ذلك يمكنك غسل شعرك جيدا بالماء الفاتر والشامبو الخاص بك إذا كنت تعانين أيضا من الشعر الجاف والمتجاعد فيمكنك أيضا استخدام هذه الوصفة مع إضافة القليل من زيت الزيتون فهذه الوصفة أيضا سترطب الشعر وتمنحه لمعان جميل جدا يمكنك تكرار الوصفة مرة واحدة في الأسبوع لكي تحصل على نتائج رائعة بعد ثالث استخدام للوصفة أي بعد مرور الأسبوع الثالث من استخدامها كانت هذه هي وصفتنا لنهار اليوم دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء عزيزتي في وصفة أخرى إن شاء الله السلام عليكم أياتها الرائعات معكم أميمة على قناتكم وصفة نسمة للوصفات الطبيعية سعد بلقائكم حزيزتي وتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة والعافية وصفتنا لنهار اليوم فهي وصفة لإطالة الشعر وتكثيفه ومنع التساقط إذا كنت تعانين من فراغات الشعر وكذلك من بهتان الشعر وعدم نموه بشكل طبيعي فهذه الوصفة خصيصا لك عزيزتي وصفتنا لهذا اليوم مكونا من ثلاث مكونات فقط لإطالة الشعر بسرعة وبدون استخدام مواد كيموية ستحصل هنا على شعر كثيف وطويل خالي من المشاكل التي قد تعاني منها الكثير من السيدات كمكون أول عزيزتي ستحتاج إلى بذور الكتان أو بدرة الكتان فبذور الكتان معروف عليها على أنها تعمل على ترطيب الشعر المتجاعد والخشن بالدرجة الأولى كما أن بذور الكتان مفيدة ورائعة أيضا لإطالة الشعر وتكثيفه ومنع التساقط بالإضافة إلى ذلك فهي تحفز بصيلات الشعر على النمو بشكل طبيعي ستحتاج إلى عزيزتي كمقدار من بذور الكتان أو بدرة الكتان في هذه الوصفة إلى ثلاث معالح كبيرة من مسحوق بذور الكتان أو بدرة الكتان أما المكون الثاني فهو الحناء فالحناء معروف عليها على أنها تكثف وتطيل الشعر وكذلك تمنع التساقط بامتياز الحناء كذلك مفيدة جدا لعلاج مشكل الفراغات وأيضا بهتان الشعر فهي تعطي لمعان جميل جدا للشعر من أول استعمال ستلاحظين نتائج جدرائها ستحتاج إلى عزيزتي كمقدار من الحناء إلى اثنين معالح كبيرة من الحناء إذا كان شعرك كثيف فيمكنك إضافة أو مضاعفة الكمية التي يتم طرحها في الفيديو لكي تحصل على الكمية التي ستحتاجينه بالنسبة لكثافة الشعر الخاصة بك أما المكون الأخير في هذه الوصفة فهو إكليل الجبل أو الروز ماري إكليل الجبل أو الروز ماري فهو رائع جدا وجد مفيد للشعر فهو يغدي ويرطب وكذلك يطيل الشعر ويكثفه بابتياز إذا كنت تعانين من قشرة الشعر فإكليل الجبل أو الروز ماري مفيد جدا لتخلص تماما من مشكل قشرة الشعر كذلك إكليل الجبل مفيد جدا لأنه يحفز بصيلات الشعر حالى النمو بشكل طبيعي وكذلك يطهر فروة الشعر من الميكروبات وجراثيم التي تحول دون نمو بصيلات الشعر بشكل طبيعي ستحتاجين عزيزتي كمقدار من إكليل الجبل أو الروز ماري في هذه الوصفة إلى ملعقة كبيرة من مسحوق إكليل الجبل أو الروز ماري بعد التعرف عزيزتي على مكونات الوصفة نمر الآن بحول الله إلى شرح طريقة تحضير الوصفة وطريقة الاستخدام فضلا وليس أمرا أختي الكريمة إذا كنت من المتتبعات الجدد لقناة وصفة ناسمان فلمرجو منك للشراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتنا فور نزوله ولا تنسي دعمي بلايك وشير وتعليق أكون شاكرا لك أختي الكريمة كثيرا بالنسبة لطريقة تحضير هذه الوصفة الرائعة لإطانة الشعر وتكثيفه وأيضا إنبات الفراغات والتخلص سماما من الصلاع الغير بلادي فكل ما عليك هو جمع أو دمج هذه أو خلط هذه المكونات بالكامل أي الحنى وإكلين أجبل أو رزماري وكذلك بذور الكتاب تقوم بأخذ قليل من الماء الدافي تقوم بخلص المكونات جيدا ويمكنك تغطية هذه الوصفة لمدة نصف ساعة وبعد ذلك يمكنك استخدامها لإطالة الشعر وتكثيفه ومنع التساكل بعد مرور هذه المدة أي نصف ساعة تقوم بأخذ الوصفة وتقوم بتوزيعها على الشعر بالكامل ثم بعد ذلك يمكنك تغطية الشعر بالكامل وتركها لمدة ساعتين وبعد ذلك يمكنك غسل شعرك جيدا بالماء الفاتر والشامبو الخاص بك إذا كنت تعانين أيضا من الشعر الجاف والمتجاعد فيمكنك أيضا استخدام هذه الوصفة مع إضافة القليل من زيت الزيتون فهذه الوصفة أيضا سترطب الشعر وتمنحه لمعان جميل جدا يمكنك تكرار الوصفة مرة واحدة في الأسبوع لكي تحصل على نتائج رائعة بعد ثالث استخدام للوصفة أي بعد مرور الأسبوع الثالث من استخدامها كانت هذه هي وصفتنا لنهار اليوم دم دم في رعاية الله وإلى اللقاء عزيزتي في وصفة أخرى إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر